من الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد ومفيد هذا الدرس مليء بالعلم والمعرفة وهو بعنوان الهجرة النبوية تذكروا يا أحبابي أن من يرد الله به خيراً يفقهه بالدين لذا استمعوا وأنصطوا وانشروا العلم بين أقاربكم وأصدقائكم حتى تحصلوا على الأجر العظيم بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح نبياً أخذ يدعو قريشاً للإيمان بالله تعالى وحده وترك عبادة الأصنام ولكنه لم يجد غير الرفض والتكذيب لذا قرر أن يدعو الناس بالمدن والقرى المجاورة للإيمان بالله تعالى فوجد التكذيب والأذى وتعرض للضرب والشتم ولكنه لم ييأس وأخذ يعرض نفسه على القبائل القادمة للحج عند منطقة العقبة في ميناء وبعد جهود نبي الله في الدعوة جاء أثناء عشر رجلاً من الأنصار فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام وعدم ارتكاب المعاصي والفواحش وسميت هذه البيعة بيعة العقبة الأولى ثم بعث معهم رسول الله الصحابي الجليل مصعب ابن عمير رضي الله عنه ليعلمهم أمور دينهم ولقب بأول سفير في الإسلام وفي العام التالي جاء ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان من الأنصار في موسم الحج وبايعوا رسول الله على نصرته والدفاع عنه وسميت هذه البيعة بيعة العقبة الثانية تذكروا يا أعزائي هذه المعلومة جيداً يثرب هو الإسم القديم للمدينة المنورة وسميت بهذا الإسم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أصبح لها مكانة مقدسة لدى المسلمين وأصبحت ثاني الحرمين الشريفين وصلنا الآن يا أعزائي لبدايات الهجرة فبعد أن علمت قريش بأمر بيعة العقبة الثانية وأن رسول الله أخذ يبايع أهل القرى والمدن المجاورة على الإسلام والنصرى شعرت بالغضب الشديد وزادت رغبتها في الانتقام واشتد إيذاؤها للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندها أذن رسول الله لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة فأخذوا يغادرون مكة المكرمة سرّا فرادا وجماعات خشية أن تعلم قريش بأمرهم فتمنعهم من ذلك تاركين وراءهم بيوتهم وأموالهم وكل ما يملكون لأجل الفرار بدينهم من بطش كفار قريش وقد ذكر الله عز وجل الإذن بالهجرة في سورة الحج فقد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظليموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم بعد أن بدأ المسلمون بالهجرة شعرت قريش بالخطر على نفسها وخشيت لحاق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المدينة المنورة وتكوين قوة ضدها فقررت أن تتآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تتخلص منه بأي طريقة ممكنة قبل أن يهاجر من مكة المكرمة وبيّن الله تعالى هذا الأمر في سورة الأنفال فقد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم دعونا نتعرف على المعاني الجديدة في الآية الكريمة كلمة ليثبتوك تعني ليحبسوك أما كلمة يخرجوك فتعني ينفوك من الديار حيّعنا الصلاة والآن وصلنا إلى مؤامرة كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين تابعوا معي شرح الدرس اجتمع سادة قريش وزعماؤها في دار الندوة فتشاوروا فيما بينهم في أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتآمروا عليه فكانت تآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث طرق وهي الحبس أو القتل أو النفي من الديار فاستقر رأيهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بإرسال شاب من كل قبيلة من قبائل قريش ليقتلوه فكروا جيدا يا أصدقائي لماذا قامت قريش بإرسال شاب من كل قبيلة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ترسل رجلا واحدا انتبهوا لهذه الخطة الخبيثة أرسلت قريش رجلا من كل قبيلة لقتل رسول الله حتى يتوزع دمه بين القبائل ولا تقدر بنو هاشم على المطالبة بدمه فيقبلوا بالدية فكروا يا أحبابي بهذين السؤالين الهامين ما هي دار الندوة؟ وماذا نقصد بالدية؟ تابعوا معي بإنصات وتركيز دار الندوة هي الدار التي كان زعماء قريش يجتمعون فيها لمناقشة شؤون مكة المكرمة وشؤونهم وكانت تضم ذوي الخبرة والحكمة والرأي أما الدية هي مقدار من المال يدفعه أهل القاتل لأهل المقتول وصلنا الآن يا أصدقائي لنقطة مهمة وهي الاستعداد للهجرة فهل أنتم مستعدون لمتابعة القصة؟ أحسنتم هيا بنا بدأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للهجرة إلى المدينة المنورة وحرص ألا تشعر قريش بذلك وأخبر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن الله تعالى قد أذن له بالهجرة إلى المدينة المنورة وأنه سيكون رفيقه في الهجرة ففرح أبو بكر الصديق بذلك فرحا شديدا لمرافقته رسول الله فهو صاحبه المخلص وأولهم إيمانا وتصديقا لرسول الله سأهديكم هذه المعلومة يا أحبابي لقد قام رسول الله بتسمية أبي بكر بالصديق لأنه الأكثر تصديقا له فهو أول من أسلم من الرجال وصدق رسول الله ثم طلب رسول الله من أبي بكر رضي الله عنه أن يجهز الناقتين اللتين أعدهما مسبقا من أجل الهجرة واستأجر رجلا خبيرا بالطرق المؤدية إلى المدينة المنورة يقال له عبد الله بن أريقة فكر معي بهذا السؤال على ما يدل استئجار رسول الله لعبد الله بن أريقة حتى يدلهم على الطريق يدل استئجار عبد الله بن أريقة على ضرورة الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل والآن يا طلاب المجتهدين لنجب عن بعض الأسئلة المتعلقة بالهجرة النبوية الشريفة هل أنتم مستعدون؟ رائعون هيا بنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا